اشتركوا في القناة هذا توفى في سنة 643 هجري وفي سنة 644 هجري تم اجتماع الأولاد والأحفاد وأمراء المغول في وقت الربيع لاحظ توفى في هذه السنة كما بينا سابقا فاجتمعوا في وقت آخر لأنهم في بلدان متفرقة فيحتاج إلى وقت حتى يحصل الاجتماع وحضر في المجمع من غير المغول أيضا مما وراء النهر وتركستان من الذي حضر لنرى ابن العنقم معهم التوسي معهم أبناء علاقم أبناء تيمية أبناء العلقم التيمية أبناء ابن تيمية العلاقم معهم سنرى يقول من حضر وحضر في المجمع من غير المغول الأمير مسعود بيك هذا من أين؟ من وراء النهر وتركستان ومن خراسان حضر الأمير أرغون أغا وصحبته أكابر العراق واللور وأذربيجان وشروان ومن الروم السلطان ركن الدين ومن الأرمن الكند سطبل أخو التكفور حاتم ومن كرجستان الداودان الكبير والصغير ومن الشام أخو الملك الناصر صاحب حلب ومن بغداد فخر الدين قاضي القضاة ومن بغداد فخر الدين قاضي القضاة ممثل الخليفة رفيق الخليفة العمل في ظل الخلافة قاضي القضاة ومن بغداد فخر الدين قاضي القضاة ومن علاء الدين صاحب الألموت محتشم قهستان سؤال ماذا يقول المارقة وشيخهم الطائفي التكفيري عن فخر الدين قاضي قضاة بغداد الخلافة العباسية الذي كان يحضر مجالس تنصيب الطغاة المغول فهو هو ابن علقمي تيمي ابن تيمي ابن تيمية وماذا يقولون عن باقي ابناء العلاقم الذين حضروا اجتماع تنصيب السلطان التتري الجديد وإن ابن العلاقم الشيعي وإن نصر الدين الطوسي يا أقول فارغ خرافية يكمل الابن العبري فإذا تم هذا المجمع العظيم الذي لم يعهد مثله وقع الاتفاق على كيوك وسموه كيوك خان وكان له إخوان آخران كوبان وسيرامون